تناول مزيج القرنفل مع الليمون سيجعلك كالحصان حتى لو كان عمرك يتجاوز السبعين عاماً ولكن قبل الغوص في تفاصيل هذا المزيج لدينا بعض الأسئلة لكم هل تعانون من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة؟ أو هل تواجهون التهابات وتضخم البروستاتا؟ وهل منكم من يعاني من مرض السكري خاصة النوع الثاني؟ أو أمراض القلب والتهابات الكبد؟ وإذا كنتم تعانون من ارتفاع ضغط الدم أو آلام المعدة والانتفاخات وآلام القولون أو السعال والكحة ونزلات البرد الشديدة وضعف الذاكرة فهذا الفيديو لكم سنتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض باستخدام مزيج القرنفل والليمون ولكن قبل أن نبدأ نرجو منكم فضلاً وليس أمراً أن تصلوا على النبي وتدعمون بإعجاب لنستمر في تقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنتم قد تناولتم القرنفل أو الليمون ولو لمرة واحدة فضلاً اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحباً بكم من جديد عندما يجتمع القرنفل مع الليمون يولد مزيج يتجاوز حدود المذاق ليصل إلى عمق الصحة والعافية هذا التحالف الطبيعي لا يمثل فقط تناغماً فريداً من النكهات بل يحمل في طياته قوة علاجية مذهلة يبدأ المزيج رحلته الصحية بتعزيز الجهاز المناعي مقدماً حصناً قوياً ضد العدوى والأمراض مع كل قطرة من عصير الليمون الممزوج بحبات القرنفل يقدم دعم لا يقدر بثمن لصحة الفم والأسنان ومحاربة البكتيريا وتقديم نفساً منعشاً ولا يقتصر تأثيره على ذلك فهو يعمل كمطهر طبيعي للجهاز الهضمي مخففاً من مشاكل الهضم والانتفاخ يساهم هذا المزيج الفريد في تنظيم مستويات السكر في الدم مما يجعله حليفاً قوياً في مواجهة مرض السكري كما يوفر تأثيراً مضاداً للأكسد محارباً علامات الشيخوخة ومعززاً لصحة الجلد ولا يغفل عن دوره في تحسين الدورة الدموية وتعزيز الطاقة العقلية بالإضافة إلى ذلك يعمل القرنفل والليمون معاً على تخفيف أعراض السعال ونزلات البرد وتقوية الجهاز التنفسي يحمل هذا المزيج القوة لتحسين الصحة العامة ويقدم لمسة من الانتعاش والحيوية لكل من يستمتع به إن اختيار القرنفل والليمون ليس مجرد خيار غذائي بل هو قرار لتبني نمط حياة أكثر صحة مع كل كوب من هذا المزيج نحتفل بقوة الطبيعة ونقدم لأجسامنا هدية من العافية والصحة وقد يتساءل البعض هل يمكن علاج البروستاتا بالليمون والقرنفل والمواد الطبيعية الأخرى يعرف القرنفل والليمون بخصائصهما المضادة للأكسدة والالتهاب وتقوية المناعة ولكن ما مدى فعاليتهم في علاج مشاكل المسالك البولية وخاصة البروستاتا هذا ما سوف نوضحه في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية أهمية القرنفل والليمون للبروستاتا نادرا ما يخلو بيت من القرنفل والليمون خاصة في القرى والمناطق الريفية لذلك فإن مناعة الأشخاص الذين يعيشون في القرى وما زالوا يعتمدون على الطبيعة في طعامهم وعلاجهم هم الأكثر صحة كلما ابتعدت عن الأدوية خاصة المضادات الحيوية واستخدام الأدوية بدون داع أو بدون وصفة طبية كلما كانت مقاومة جسمك للأمراض أقل الأدوية بالطبع هي مفيدة في العديد من الحالات وقد أنقذت حياة الملايين وفي نفس الوقت قتلت الملايين أيضا يحدث ذلك عادة عن الاستخدام الخاطئ أو بدون داع من المهم أن تفهم جهازك المناعية بشكل جيد على سبيل المثال إذا ارتفعت حرارة جسمك فإن مناعتك تضع جسمك تحت درجة حرارة عالية لقتل الفيروسات والبكتيريا في حالة رشح أنفك فإن ذلك يعني وجود ممرضات فيروسات وبكتيريا داخل أنفك والمخاط يمنع وصولها إلى الداخل ويحتجزها إذا كنت تعاني من كحة أو عطاس فإن جسمك يطرد الفيروسات للخارج إذا تبولت كثيرا فإن كبدك وكليتك يعالجان كميات كبيرة من الدم للتخلص من السموم والسكر الزائد كل ما عليك في هذه الحالات هو الراحة والنوم مع تناول الطعام الصحي عندما تكون مريضا فلا تشغل مناعتك بأشياء أخرى فأنت بحاجة إلى الراحة يا عزيزي إذا لم تستجب لمناعتك فإنها تضعف بحيث تنشغل المناعة بعدة أشياء في وقت واحد تعالج المرض الحالي وتدافع عن جسمك ضد العديد من مسببات الأمراض حولك في الطبيعة وربما لن تتمكن من هذا أو ذاك لقد أثبت ما يمر به العالم اليوم وما يعانيه من فيروسات منتشرة في الفترة السابقة أن المناعة هي أثمن ما يمكن أن يمتلكه الإنسان وأن الأدوية الخاطئة ونظام الحياة الحالي كانوا سببا مباشرا في فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم والآن سنعود إلى موضوعنا الأساسي وهو كيف نعالج البروستاتا بالقرنفل والليمون ولكن أولا يجب الإشارة إلى أن البروستاتا هي غدة تناسلية ذكورية موجودة حول بداية المثانة تخزن البول والإحليل هو مجرى البول ومهمتها هي المساعدة في إنتاج السائل المنوي حيث تعمل على إنتاج السائل الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية لتغذيتها وتسهيل وصولها إلى البويضة وقد تصاب البروستاتا بالعديد من المشاكل الصحية مثل احتقان البروستاتا وهي شائعة عند الشباب قبل سن الزواج التهاب البروستاتا وهو ورم حميد يسبب التهابا وتضخما في غدة البروستاتا تضخم البروستاتا ورم غير حميد يصيب معظم الرجال بعد سن الخمسين ويمكن علاج البروستاتا بالليمون والقرنفل جنبا إلى جنب مع تحسين نمط الحياة ولكن لا تهمل إطلاقا زيارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة مثل حرقة البول وألم أسفل البطن أو استمرت لأكثر من أسبوع كيفية علاج البروستاتا بالقرنفل والليمون الوصفة الأولى لعلاج البروستاتا المكونات ثلاث حبات قرنفل فنجان من عصير الليمون ملعقة عسل نحل طريقة التحضير نقوم بطحن حبات القرنفل ومزجها مع فنجان عصير الليمون وإضافة ملعقة عسل النحل تناول فنجان من هذا المزيج يوميا في الصباح على الريق مع التنويه إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية لا يجب عليك تناول هذا المزيج على الريق ويمكنك استخدامه بعد الإفطار بنصف ساعة الوصفة الثانية لعلاج البروستاتا القرنفل مع الليمون والزنجبيل والعسل المكونات ثلاث حبات من القرنفل حبة ليمون جذر زنجبيل طازج أربعة سنتيمترات ملعقتان عسل نحل كوب ماء ساخن طريقة التحضير نقوم بتقطيع جذر الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة وطحن حبات القرنفل ننقعهم في كوب ماء ساخن لمدة عشر دقائق ثم نضيف إليهم حبة الليمون مقطعة نقوم بتصفية هذا المزيج وإضافة ملعقتين عسل النحل يتم تناول فنجان يوميا بعد الغداء بستين دقيقة الوصفة الثالثة لعلاج البروستاتا الليمون مع القرنفل وحبة البركة والعسل المكونات خمس حبات من القرنفل خمسة عشر جراما حبة البركة ملعقتان عسل نحل حبة الليمون كوب ماء ساخن طريقة التحضير يتم طحن حبات القرنفل وإضافتها مع حبة البركة في كوب ماء ساخن لمدة خمس عشرة دقيقة ثم نضيف إليهم حبة الليمون مقطعة ونصف المزيج جيدا نسكبه في كوب ونضيف ملعقتين عسل النحل تناول فنجانا يوميا قبل النوم للتخلص من مشاكل البروستاتا من أهم فوائد القرنفل والليمون يمنعان التهاب وتضخم البروستاتا بمضاداتهما للأكسدة يحسنان ضغط الدم وتدفقه لأعضاء الجسم ويقيان من حرقة البول والالتهابات بمحاربة البكتيريا والفيروسات كما يساهمان في إدرار البول وتحسين تدفقه ويقيان من التهاب البروستاتا بمحتواهما من فيتامين إي والسي والسيلينيوم والفلافونويد الخلاصة يمكنك علاج البروستاتا بالقرنفل والليمون طبيعيا بتناول مزيج من القرنفل مع الليمون صباحا ومغلي القرنفل مع الزنجبيل والليمون في منتصف اليوم ومنقوع القرنفل مع حبة البركة والليمون والعسل في نهاية اليوم مع ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل تناول طعام صحي ممارسة الرياضة النوم الجيد الحد من مستويات القلق والتوتر وعدم حبس البول وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء